اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا حول حوار بين الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وبين أبي قرة المحدث حيث زعم أبو قرة أن الرسول صلى الله عليه وآله رأى ربه في الإسراء والمعراج وأن الله قسم الرؤية والكلام بين موسى ومحمد عليهما وآله الصلاة والسلام فالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يبين الأدلة النقلية من القرآن الكريم على بطلان هذه المرويات التي تدل على رؤية الله سبحانه وتعالى وهناك مرويات أخرى أيضا موضوعة مكذوبة تدل على أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى كالبدر ليلة تمامه وكماله في يوم القيامة ومن شأوا ذلك عدم الفهم الصحيح للقرآن الكريم وترك الأخذ والتمسك بوصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله نحن نجد طوائف كثيرة في المسلمين هذه طوائف منحرفة والرسول صلى الله عليه وآله يقول في الحديث الذي روته العامة والخاصة أن الأمة الإسلامية تفترق إلى 73 فرقة فرقة واحدة في الجنة والبقية في النار وهذا الحديث ثرويه العامة والخاصة فرقة واحدة هي الفرقة الناجية وبقية 72 فرقة في النار طبعا كل جهة تقول هي الفرقة الناجية ولكن نحن ينبغي علينا أن نشخص هذه الفرقة الناجية بالمراجعة إلى الآيات القرآنية والسنة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وحديث الثقلين حديث متواتر في الصحاح الستة للعامة تكرر خمس مرات وفي سائر كتبهم مرات كثيرة وكذلك في روايات الشيعة فهو حديث متواتر اتفق عليه الطرفان التمسك بالقرآن وبأهل البيت الآن نراجع إلى الفرق الإسلامية المختلفة من يتمسك بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام نعرف تلك الفرقة التي تتمسك بأهل البيت هي الفرقة الناجية لأن الرسول في حديث الثقلين يقول إني تاركم فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا فمفهوم هذا الحديث أن أي فرقة لم تتمسك بالقرآن أو أي فرقة أو أي فرقة لم تتمسك بأهل البيت فهي في ظلال وعاقبة الظلال النار لا يمكن أن تكون الفرقة الناجية هي ظالة بسبب عدم تمسكها بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام فهذه الفرقة المختلفة كل فرقة منهم لإثبات صحة عقيدتها تستدل بالقرآن الكريم يعني هؤلاء يتمسكون بالآيات المتشابهة لإثبات صحة كلامهم أو يفسرون القرآن حسب أهوائهم وفي الحديث منفسر القرآن برأيه حلك فالصحيح هو الرجوع إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لمعرفة المعاني الصحيحة للقرآن لأنه في ذيل حديث الثقلين الرسول صلى الله عليه وآله يقول وإنهما لن يتفرق القرآن وأهل البيت لن يتفرق لن لنفي التأبيد حتى يرد علي الحوض فمعنى ذلك أن أهل البيت لا يقولون كلاما يخالف القرآن لأنه لو قالوا كلام يخالف القرآن حدث افتراق بين القرآن وبينهم وهذا الحديث يدل على عصمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فملازم القرآن الذي لا يفترق عنه أيضا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه القرآن كله صدق كله صح لا خطأ فيه لا كذب فيه كذلك أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كل كلامهم صحيح لا خطأ فيه لا كذب فيه وهؤلاء القرآن وأهل البيت معا إلى أن يرد على الرسول الحوض وهذا أيضا يدل على وجود إمام من أهل البيت في كل عصر وهذا حديث سنتطرق إليه لاحقا إن شاء الله تعالى أبو قرة يأتي ويجادل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في الرؤية ويأتي بآية يستدل بها على الرؤية والإمام عليه الصلاة والسلام يبين معنى الآية المعنى الصحيح للآية وأنه ليس المراد رؤية الله سبحانه وتعالى من نفس تلك الآيات التي استدل أبو قرة بإحداها الآية التي يستدل بها أبو قرة ما كذب الفؤاد ما رأى الرسول في المعراج رأى الله حسب زعم أبو قرة ورؤيته لم تكن رؤية كاذبة رؤية صحيحة لم يكن من خطأ الباصرة الإمام يأتي ويفسر الآية بشكل صحيح ويقول إن المراد من الرؤية رؤية الآيات الكبرى إذا أنت تشوف الآيات في سورة النجم كلها تعرف أن المراد ليست رؤية الله وإنما رؤية الآيات الكبرى فنحن في البداية نذكر هذه الآيات بتفسيرها مختصرا ليتضح أن المرئي لم يكن الله سبحانه وتعالى وإنما المرئي من آيات الله الكبرى وهو جبرايل وهذا ما وردت به روايات الخاصة والعامة أيضا بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما هو المراد بالنجم؟ هل المراد بالنجم القرآن عبر عنه بالنجم لعلوه وأنه ينزل نجوما كما هو الشائع في ألسنة المفسرين أو المراد به مطلق النجم إذا أفل وغاب قسما بالنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم؟ يعني الرسول صلى الله عليه وآله لأن كلمة الصاحب هذه تطلق على مصاحبة مؤمنين أو كافرين أو مؤمن وكافر ليس في الصحبة فضيلة وإنما الفضيلة في الإيمان وإلا قد يصاحب الكافر المؤمن قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت المؤمن صاحب للكافر أو يوسف كان يدعو السجينين الكافرين إلى الإيمان فقال لهما يا صاحبي السجن عبر عنهما بالصاحب الله سبحانه وتعالى يعبر عن الرسول بأنه صاحب المشركين ما بصاحبكم من جنة وهذه الآية ما ضل صاحبكم وما غوى الغواية بمعنى الضلال فجيئ بها تأكيدا ولو أن هناك فرق لغوي بين الضلال والغواية لكن ليس بفارق ما ضل صاحبكم وما غوى يعني الرسول صلى الله عليه وآله حينما سفه أحلامكم وأنكر أصنامكم وأنه بيّن لكم أنه ذهب إلى الإسراء والمعراج هذه لم تكن كلمات باطلة وظلال وغواية وإنما هي الحق وما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى يعني بالهوى لا يتكلم بالهوى الهوى هو ميل طبع الإنسان الإنسان يهوى شيئا يميل طبعه إلى ذلك الشيء وميل الطبع قد يكون إلى أمر محلل وقد يكون إلى أمر محرم الإنسان يهوى أن يزور بيت الله الحرام فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ولو أن في التفسير أو في التأويل إشارة إلى ذرية إبراهيم من الأئمة عليهم الصلاة والسلام وغالبا الهوى يستعمل في ميل الطبع إلى الأمور غير المحبذة وما ينطق عن الهوى الرسول لا يتكلم عن ميل طبعه وإنما كلامه وحي من الله سبحانه وتعالى إن هو يعني ما ينطق به الرسول صلى الله عليه وآله إلا وحي يوحى هذه الآية تدل على أن كلام الرسول وحي من الله سبحانه وتعالى سواء هذا الكلام كان تبليغا للقرآن الكريم أو كان هذا الكلام تبليغا للأحكام أو كان هذا الكلام كلاما عاديا يعني الرسول عندما يتكلم بكلام عادي فهو بإلهام من الله سبحانه وتعالى لا خطأ فيه الكلام هو الطبق المصلحة الإلهية حتى في كلماته العادية بنص هذه الآية الكريمة وهذه الآية تدل على عصمة الرسول في كل الجهات وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعني ليس كلامه إلا وحيا من الله سبحانه وتعالى يأتيه به جبرايل أو بإلهام مباشر من الله سبحانه وتعالى علمه شديد القوة هذا الكلام بتعليم من شديد القوة يعني جبرايل لأن جبرايل كان الواسطة ليس بمعنى أن جبرايل معلم للرسول صلى الله عليه وآله لأن الرسول أفضل من جبرايل وإنما جبرايل كان الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين الرسول كما أن لنفرض أن المعلم يكتب ورقة يكتب في هذه الورقة العلوم ويعطيها لساعي بريد ليوصلها إلى تلميذه هنا يقال أن ساعي البريد علمه لكن ليس بمعنى أنه كان المعلم مباشرة وإنما المقصود أنه واسطة في تبليغ كلام المعلم كذلك جبرايل واسطة لتبليغ الأحكام إلى الرسول صلى الله عليه وآله من الله سبحانه وتعالى فالمعلم هو الله وجبرايل هو الواسطة علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى جبرايل ذو مرح يعني ذو قوة وشد في خلقه فاستوى فاستوى بمعنى استوى جبرايل على صورته الأصلية التي خلق عليها لأن جبرايل هو ملك والملك جسم لطيف يمكن أن يتشكل بأشكال مختلفة ولذلك روت العامة والخاصة أن جبرايل في بعض الأحيان كان يتشكل بشكل إنسان كما في قضية أيضا مثلا هاروت وماروت ملكان نزل في بابل وتشكل بصورة إنسان ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون فجبرايل تشكل بصورة دحية الكلبية بصورة إنسان وحتى المسلمون رأوه بتلك الصورة لكن صورته الحقيقية هي صورة تملأ الأفق جسم لطيف لأن الملائكة أجسام لكن أجسام لطيفة جسم لطيف يملأ الشرق والغرب جبرايل الرسول صلى الله عليه وقال له رآه مرات متعددة ولكن كان يراه لا بصورته الأصلية لكن مرتين رآه بصورته الأصلية مرة أخرى المرة الأولى في غار حراء كان جبرايل نازلا من السماء فرآه الرسول بصورته الأصلية ما لأن الشرق والغرب ومرة ثانية رأى جبرايل على صورته الأصلية في المعراج وهذه الآية الآيات في صورة النجم تشير إلى ذلك فالرسول رأى جبرايل ولم يرى الله سبحانه وتعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو يعني جبرايل بالأفق الأعلى يعني أفق المشرق الأفق هو نقطة التقاء السماء بالأرض في بصر الإنسان يعني أنت عندما تنظر إلى أرض مسطحة باعتبار أن الأرض كراوية فترى التقاء السماء بالأرض في نقطة هذه تسمى الأفق وهو بالأفق الأعلى ثم دنى اقترب جبرايل من محمد صلى الله عليه وآله من رسول الله فتدلى تدلى يعني قرب بعد بعد فكان قاب قوسين أو أدنى يعني كان بين جبرايل وبين رسول الله صلى الله عليه وآله حينما رأاه في غار حراء بمقدار قوس قاب قوسين هذا في قلب يعني قابي قوس لأن القاب القوس في زاويتين كل زاوية تسمى قاب بعض الأقواص إذا ترونها فيها إنحناءتين وسط الإنحناءتين محل التقاء الإنحناءتين يوضع فيها السهم فكل إنحناءة تسمى قاب فكل قوس فيه قابان فهنا قاب قوسين بعض المفسرين يقولون قابي قوس فصار قلب في الكلام وهو قلب بلاغي وقيل بأن قاب القوس هو كل القوس فيكون بمقدار قوسين يعني مسافة قريبة جدا بين الرسول وبين جبرايل حينما كان في صورته الأصلية فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى يعني أوحى جبرايل إلى عبد الله وهو محمد صلى الله عليه وآله لأن جبرايل حينما كان يوحي ما كان يوحي من طرف نفسه وإنما كان رسولا عن الله إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله ولذا يقول فأوحى جبرايل إلى عبده يعني هذا الوحي لم يكن مباشرة من جبرايل لا الوحي من الله بواسطة جبرايل ولذا قال إلى عبده يعني إلى عبد الله ما أوحى من الآيات القرآنية والأحكام وما إلى ذلك ما كذب الفؤاد ما رأى لأن بعض الأحيان يكون خطأ في الباصرة أنت الآن قف على سكة قطار تجد الخطان يلتقيان هذا التقاء الخطين في سكة القطار هذا خطأ في الباصرة وليس هناك حقيقة التقاء وأخطاء الباصرة معدودة معينة والإنسان يعرفها عادة بالممارسة الآية تقول ما كذب الفؤاد ما رأى يعني القلب لم يكذب ما رأاه بأنه خطأ بالباصرة كما أنت حينما تقف على سكة القطار قلبك يكذب ما تراه من التقاء السكتين ما كذب الفؤاد ما رأاه يعني رأاه حقيقة أفتمارونه على ما يرى مراء وجدال وتكذبون الرسول صلى الله عليه وآله على رؤيته لجبرايل ولقد رآه يعني جبرايل نزلة أخرى لأن الرسول كان صاعدا إلى السماء وجبرايل كان نازلا ولقد رآه نزلة أخرى التقيا أين عند سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة أو فوق السماء السابعة عندها جنة المأوى بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يفسر هذه الرؤية أنها رؤية جبرايل ما زاغ البصر وما طغى يعني بصر الرسول هذا بيان لكمال أدب الرسول صلى الله عليه وآله ما زاغ البصر يعني بصر محمد صلى الله عليه وآله لم يمل يمينا وشمالا لأنه زاغ يزيغ بمعنى انحرفه الإنسان حينما يكون في محضر عظيما يجلس مؤدبا لا ينظر هكذا يمينا شمالا هذا بيان لأدب الرسول ما زاغه يعني ما مال وانحرف البصر وما طغى يعني لم يتجاوز الحد المرسوم له وإنما في كمال أدب وخشوع لقد رأى من آيات ربه الكبرى لأن جبرايل من أكبر آيات الله سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وكذلك رأى آيات أخرى لكن لقد رأى من آيات ربه الكبرى هذا يفسر الرؤية في هذه الآيات ليست رؤية الله سبحانه وتعالى وإنما رؤية آيات الله العظيمة لأنه ملكوت الله سبحانه وتعالى في الأرض وفي السماء لكن الملك العظيم لله سبحانه وتعالى والأعظم هو في السماء وجبرايل من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى لأنه أعظم الملائكة هو جبرايل وهو روح القدس وهو بمرتبة من العظم بحيث أن الله سبحانه وتعالى جعله الواسط بينه وبين رسله لأن سائر الرسل غير النبي محمد صلى الله عليه وآله أيضا كان الذي ينزل عليهم جبرايل وهذه مرتبة عظيمة جدا وجبرايل من آيات الله الكبرى إذن عندما ترى هذه الآيات مجموعة تعلم أنه ولقد رآه نزلة أخرى ليس بمعنى رأى الله سبحانه وتعالى وأن الله كان نازلا كما يتوهمون وتعالى الله عما يصف الظالمون علوا كبيرا وإنما المراد أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى آيات الله الكبيرة ومن أكبرها جبرايل على صورته الأصلية لذلك أبو قرى حينما يأتي ويريد أن يستدل بهذه الآية القرآنية هذا استدلال مجزوء يعني أهل الأهواء وأهل الباطل يأتون به جزء ويتركون جزءا كقول يزيد بن معاوية لعنه الله ما قال ربك ويل للذي شربا بل قال ربك ويل للمصلين ويل للمصلين ولكن الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون يأخذ مقطع آية وفويل للمصلين هذه آية كاملة ويترك الآيات الأخرى كمن يقول لا إله ويترك إلا الله ينظر إلى لا إله ويترك إلا الله والآن لحد الآن أهل الأهواء الباطلة هكذا يجزئون يعني هؤلاء طريقة التجزئة إما متعمدة أو بسبب عدم الفهم قال أبو قر فإنه يقول يعني إن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد رآه نزلة أخرى فقال أبو الحسن يعني الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى المرء شنو هو الآيات اللي بعد هذه الآية تبين حيث قال ما كذب الفؤاد ما رأى يقول ما كذب فؤاد محمد ما رأى عيناه ثم أخبر بما رأى فقال لقد رأى من آيات ربه الكبرى فآيات الله غير الله الرسول رأى الآيات والآيات ليست هي الله آيات الشيء ليست نفس الشيء علائم للشيء الآية يعني العلامة حينما أنت ترى أي شيء أي مخلوق هذا المخلوق يدل على خالقه فكل شيء آية لله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد هذه ناقة الله لكم آية الناقة ناقة صالح كانت آية علامة على صدق صالح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وعلى أنه مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى طبعا الآيات قد تكون آيات كبيرة وقد تكون آيات غير كبيرة الآيات الكبرى جبرائيل نفس الرسول صلى الله عليه وآله أهل البيت المخلوقات العظيمة هذه آيات الله الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى فآيات الله غير الله بعد ذلك الإمام بعد ما يدفع هذه الشبهة والسوء الفهم أو السوء التفسير لآيتي ولقد رأاه نزلة أخرى يكرر كلامه الأول يقول إن الدعاء رؤية الله سبحانه وتعالى تتعارض مع القرآن الكريم وقد قال الله ولا يحيطون به علما فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به بالعلم ووقعت المعرفة يعني المعرفة الكاملة نحن لا يمكن أن نعرف الله سبحانه وتعالى معرفة كاملة لأننا محدودون والله غير محدود لأننا لا يمكن أن نحس بالله لأن الله سبحانه وتعالى يجل عن الإحساس الله مملموس حتى تحس باللمس ولا مشموم حتى تحس بالشامة ولا مرئي لتحسه بالبصر نحن نحيط علما بالأشياء المحسوسة وبعض المعقولات أيضا قد نحيط بها علما لكن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما لأنه لا متناهي غير محسوس ليس كمثله شيء أنت عندما تريد تعرف شيء إما تحسه أو تقيسه بمحسوس زيانا الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فكيف تقيسه بغيره فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلمة ووقعت المعرفة زيانا فيصير تناقض بين الرؤية وبين هذه الآية ولا يحيطون به علما هسه هنا أبو قره بالقرآن ما قدر يستدل والإمام بيّن له الآيات بحيث أنه لم يتمكن من رد الاستدلال بتلك الآيات إجاء الآن تمسك بالروايات الموضوعة فقال أبو قره فتكذب بالروايات تنفيها تكذبها إمام الرضا بكل شجاعة قال إذا رواية معارضة للقرآن نكذبه لأن تصديق القرآن هو أولى من تصديق الروايات الموضوعة إنسان لا يعرف أي طرفيه أطول ولا يعرف ذلك منه يأتي ويقول كلام وينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وآله ثم يأتي بعض ويقول بأن هذا ثقة أو يجي يبين فتقاعد عاما أنه كل من رأى الرسول صلى الله عليه وآله وأسلم حتى لو كان منافق فهو ثقة يؤخذ منه كلا من رأى رسول الله وأظهر الشهادتين هذا قد يكون منافقا إذا جاء لك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هؤلاء كانوا موجودين منافقين فيأتي وينسب كلاما باطلا إلى الرسول صلى الله عليه وآله أو رجل من وعاظ الصلاطين ألصق نفسه بسلطان من الصلاطين ووضع الأحاديث على هوى ذلك السلطان ثم الدعاية الماكنة الدعائية القوية لذلك السلطان جعلته من الثقات فنأخذ برواياته ونترك القرآن هل هذا معقول؟ فقال أبو الحسن إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها زين المسلمون اتفقوا على هذه الآيات القرآنية المسلمون جميعا يقولون إن هذا القرآن الموجود بين الدفتين هو الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله لا أحد من المسلمين يقول بتحريف القرآن نعم توجد هناك مرويات مكذوبة موجودة في كتب العامة بشكل عام وإذا هي موجودة في كتب الخاصة أيضا إذا ليست قابلة للتأويل وللتفسير فأيضا ترد القرآن اتفق المسلمون على عدم تحريفه وهذه الآية اتفق المسلمون على أنها نزلت على الرسول ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار ليس كمثله شيء لذلك الإمام يقول إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها وما أجمع عليه المسلمون أنه لا يحاط به علما ولا تدركه الأبصار وليس كمثله شيء لأن هذه الآيات المسلمون أجمعوا على أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وآله اتفقوا أي شيء يخالف هذه الآيات تكذبه فإذن في هذا الحديث الشريف تبين أن القرآن الكريم يدل على عدم رؤية الله سبحانه وتعالى والآيات المتشابهة التي يستدل بها هؤلاء المجسمة هذه آيات متشابهة الراسخون في العلم أرجعوها إلى الآيات المحكمة بل في نفس سياق تلك الآيات ما يدل على أن المراد ليس هي الرؤية وإلا كان القرآن متناقضا والقرآن أجل وأعلى من أن يكون متناقضا فإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأنه نزل من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر